منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن واصل تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة موريتانيا النهاردة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 20-25 بالمغرب وبدأ مران منتخب مصر بالإحماءات وحرص الكابتن حسام حسن على إيقاف التدريب أكتر من مرة لتوجيه اللاعبين وكمان اجتمل المران على التزديد على المرمى وضربات الترجيح فريق النادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لخوض منافسات بطولة كاس السوبر الماصري واللي هتقام بالإمارات في الفترة من 20-24 من أكتوبر الجاري وبدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية واللي أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال وقدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة انتهت بتأسيمة الكرة قوية بمشاركة اللاعبين وحرص فيها مارسل كولر المدير الفني على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية في ضوء الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوبوترا بالدور نصف النهائي من البطولة النادي المصري فاز على فريق تيران بنتيجة 5-0 في المباراة الودية واللي جمعت ما بين الفريقين على استاد الكلية الحربية وده ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكاروي الجديد فريق البنك الأهلي تعادل مع فريق غزل المحلة ضمن لقاء الودي اللي جمعهم بمقر نادي البنك الأهلي ضمن الاستعدادات لانطلاق مباراة بطولة الدوري الممتاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك فاز على فريق كيروكس الاثيوفي بنتيجة 50-16 في إطار أول مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية بالمغرب منتخب الجزائر كمان فاز على منتخب باتوجو بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب 19 مايو ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخمسة بتصفية أمم أفريقية 20-25 منتخب اليابان فاز على منتخب السعودية بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على الملعب أو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفية الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 20-25 منتخب إيطاليا اتعادل مع منتخب بلجيكا بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب أوليمبيكو ضمن المنافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية ويحافظ منتخب إيطاليا على صدار الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتواجد منتخب بلجيكا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط منتخب بانجلترا خسر أمام منتخب اليونان بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في التصنيف الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية ترجمة نانسي قنقر